الله يعطيكم العافية طلابنا الحلوين اليوم إن شاء الله جيكم بالصفحة الرابعة من صفحات الألف كلمة اللي هي أساسية في تعلمك للغة الإنجليزية والنجاح فيها سويت أنا مجموعة صفحات سويت الأولى والتانية والتالتة وإن شاء الله اليوم الرابعة ومستمرين بإبن الله تعالى فائدة هاي الكلمات استاذي العزيز إنها بتفيدك في فهم الامتحان وبتفيدك في فهم اللغة الإنجليزية بشكل عام وبتفيدك كمان في إنك ترجم القطع وتفهمهم وتروح على امتحانك وإنت عندك قاعدة صلبة مش خايف تعالوا ننتقل للصفحة الرابعة ونشوفها ونشوف كلماتها وكيف لفظهم نحن هلأ لمجموعة الكلمات هذه وإن شاء الله راح نبلش فيها هاي المجموعة اللي هي رقم خمسة اللي هي بتتكون من الصفحة رقم ستة طيب عزائي الطلاب أنا راح أبلش فيهم هلا استاذي راح أحكي كيف لفظهم عندي هادي استاذ بلفظوها أفن أو أفتن يا إما أفن يا إما أفتن هادي لتر أو لتر لتر معناها حرف ومعناها رسالة هادي معناها أنتل يعني حتى أنتل يعني حتى مايل هو الميل اللي هي وحدة قياس رفر اللي هو النهر كار سيارة فيت اللي هو الأقدام فت قدم وحدة مفردها يعني إحنا مش لازم يا جماعة الخير نعمل مكسنج كمام فيت مفردها فت كير معناها رعاية أو يرعى سكند معناها ثاني أو ثانوي بوك كتاب كاري يحمل تك أخذ الماضي من تيك ساينس اللي هي علوم أو علم ساينس ايد معناها يأكل روم معناها غرفة أو معناها مساحة أو فراغ أو متسع فريند صديق بيجان بدأ ماضي من بيجين ايديا فكرة فش سمك أو يصطاد السمك مانتن جبل ستوب يتوقف وانس مرة هاي من دلائل المضارع التام بيس قاعدة قاعدة مش قواعد تاعت القرمر قاعدة يعني أساس بيس بجانب هير عفوا هير يسمع لا تخلط مع هير اللي هي إيش يا إخوان اللي هي يسمع وما تخلط مع هير اللي هي هذي هير يعني يسمع وفي عندي هير اللي هي هنا تمام هير اللي هي هنا horse حصان فرس كت يقطع شور أكيد واتش يراقب يشاهد ساعة يد كالر لون فيس وجه أو يواجه ود خشب مين رئيسي ود خشب أو غابة ود مين رئيسي كافن معنى سادة أو بسيط أو واضح بنت يوجوال اعتيادي هاي صفة هادي يوجوال صفة هادي شاب أو صغير جاهز ready rain مطر رول قاعدة أو يحكم قاعدة أو يحكم govern يحكم هكو من ناس pull يسحب cold بارد notice يراقب أو يلاحب voice صوت until unit وحدة power طاقة قوة قدرة town مدينة أو بلدة هي city مدينة صح بس برضو town بسموها ايش مدينة والأخضر أنها تكون بلدة تمام fine معناها ناعم معناها جيد certain معين أو أكيد fly يطير أو ذبابة دبانة fall يسقط أو يخلد إلى النام fall asleep أو يسخر يسقط وfall كمان عند الأجانب الأمر كان معناها خريف اللي هي autumn lead معناها يقود cry معناها يبكي dark معناها غامق dark chocolate شوكولاتة الغامقة machine أو machine اللي هي الآلة مكينة note ملاحظة wait ينتظر plan خطة don't mix with plane اللي درسناها هلأ هون plane ما تخلط مع plane وما تخلط مع plane اللي هي طيارة figure رقم star نجمة box box يعني صندوق أو يلكم noun اسم field حقل rest يرتاح أو باقي استراحة يرتاح باقي correct صحيح able قادر found pound يا إما جنيه أو رطل اللي هي وحدة وزن done ينهي beauty جمال drive يقود stud وقفة contain يحتوي هاي الكلمة مهمة كلمة امتحان front أمامي teach يعلم وweek أسبوع هذه أخوان هي الورقة الخامسة هي خامس جزء لذلك أصدقائي الأعزاء الله يعطيكم العافية هذه number five انت هيك أستاذ حوالي وصلت الثلث أمورك ممتازة وطيبة ما شاء الله عنك لسه لقدام بعرفش كيف رح نبدع فيهم يمكن نحط جملة تخيلوا يعني واو الوضع يمكن نحط جملة هلا أنا بتشكركم جدا على هذه الدراسة والاهتمام وبحب أحكي لكم وأنوه ما في إشي اسمه أحل بدون فهم لأن الحل بدون فهم هو حل غبي وما بجيب لك علامة بالمرة وبالأخير أصدقائي الأعزاء خليك حلو وخليك لامع وخليك متألق وخليك الناس بس تشوفك تقول واو زي هاي النبتة بالزبط أنتم لاحظين شو اللي بيفرق فيها هاي النبتة اللي بيفرق فيها إنها منتظمة طلعوا استدارتها حتى أشواكها أستاذ ما بتضر هي كأنها بتحكي لك قوعك تمسكني رح أغزك بس هي ما بتغز لأنه أشواكها إذا بتلاحظوا إن هون مسطحة ما بتغز بالمرة يمكن لو حاولت أفوت على البدي تبعها على جسمها أنغز طلعوا الشكل الهندس سبحان الله خليك حلو خليك مهندس خليك رائع خليك مش خايف خليك أدرس خليك زي ما لازم تكون خليك زي ما عرفناك خليك طالب التوجيه الأردني اللي كل سنة كل العالم بتسمع عنا وعن التوجيه تبعنا وبعرفوا إنه إحنا ناس بنجنن بعرفوا إنه إحنا ناس بنجيب علاماتنا بإيدنا لا تخلي حدا يسرق فرحتك ونجاحك لا تخلي حدا يجي يحكي لك يازل ما يفكرك من الألف كلمة هذول مش مزبوطين لأنه اللي حطوهم يا أستاذ ناس كبيرة بتفهم بتدرس بجامعة كيمبرج الجامعة البريطانية العريقة لذلك شكراً لكم وراح أكمل مش تعبان مش خسران راح أكمل لحتى ما إن شاء الله كل الكلمات اللي ضرورية عندك تكون عندك ولقدام كمان شوي يا حبيبي شو راح أسوي راح أنزل أهم ميت كلمة في الامتحان أوكي خليك نبسوط والله يعطيك ألف عافية كان معك الأستاذ محمد الأسود من منصة وتد التعليمية ومن المدارس المستقلة الدولية في عمان فرعيها طريق المطار وخلدة شكراً لكم وبحب أقولك تذكر الحمد لله نسبة نجاح طلابي في المدرسة مية بالمية ونسبة نجاح طلابي برا كادت أن تلامس المية بالمية لولا الظروف السيئة اللي كانت عند ثلث أرواع طلاب ورسبوا من مجموعة خمسمية طالب شكراً لكم والله يسهل عليكم